أكد الرئيس سيسي مضي المسيرة الوطنية لمصر إلى الأمام رغم الصعاب والتحديات معربا عن تطلعه إلى المزيد وخلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة أكد الرئيس سيسي أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير وضرب المثاة في الصبر والصمود أمام أزمات عدة كما طمأن الشعب المصري على مواصلة الدولة بذل أقسم في جهدها وطاقتها لتوفير فرص عمل جديدة متميزة وزيادة الدخل للمواطنين وإقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المثاة في الصبر والصمود أمام أزمات عديدة ونتمئنكم أن الدولة تبزل أقسم في الجهد والطاقة بلا كلل لتوفير فرص عمل جديدة ومتميزة وزيادة الدخل للمواطنين وإقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد